السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا أيها الإخوة الكرام من منا لا يمرض مفيش الكل يمرض الإنسان إذا كان مريضا طبعا في الحقيقة يذهب إلى الدكتور ويأخذ الأدوية ولكن هل هناك من رؤية تبشرني بالشفاء؟ نعم فعنوانه اللقاء بعض الرؤى تبشرني بالشفاء أول رؤية رؤية الإنسان المريض في المنام أنه قد مات إيه ده؟ أنت بتقول إنسان مريض ويشوف أنه مات في المنام؟ يعني مش هيموت؟ لا كتير من الناس بتفهم بعض الرؤى خطأ وأنا دائما أقول لا تقيسوا الواقع على الأحلام طبيعة الحال الإنسان المريض لما الدكتور يقولوا ما فيش فايدة خلاص فمصيره إلى الموت بسبب المرض كلنا هموت لكن حينما يكون هذا المريض يعني عجز عنه أطب خلاص أهله ينتظرون موته لكن في قضية الأحلام لا حينما يرى الإنسان المريض أنه مات في المنام هذه الرؤية تبشره بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالي رؤية المريض في المنام أنه يتحرك ويمشي وصار نشيطا وهو في الحقيقة مريض هذه الرؤية تبشره بالشفاء العاجل إن شاء الله تبارك تبارك وتعالي رؤية المريض أنه يأخذ حقنة في المنام أخذ الحقنة في المنام للشخص المريض شفائي إن شاء الله تبارك تبارك وتعالي فهي رؤية محمودة للغاية رؤية البصل أيها البصل أيها البصل للمريض في المنام أيا كان شكله وأيا كان نوعه فهذه الرؤية تبشره بالشفاء إن شاء الله تبارك تعالى رؤية شفاء المريض في المنام وهو في الحقيقة مريض هذه الرؤية تبشره بالشفاء إن شاء الله يعني هو مريض شاف في المنام أنه شفية هذه الرسالة من الله وليست حديث نفس فهذه الرؤية تبشره بالشفاء إن شاء الله تبارك تعالى رؤية ماء جوز الهند هذه الرؤية تبشره بالشفاء إن شاء الله تبارك تعالى الرؤية الأخيرة وهي رؤية نزول الماء من الحنفية أو الصنبور بالنسبة للرجل قد يكون هذا الرجل صحيح ولكن تبشره بشفاء مريض عنده وإذا كان مريضا أيضا فهذه الرؤية تبشره بالشفاء إن شاء الله تبارك تعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته